اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى وزير الرئيبشرنا بان مفاوضات سد النهضة في اثيوبيا نجحت بنسبة 100% مفاوضات ثلاثية مصر السودان اثيوبيا الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى وزير الرئيب النهاردة يعرف منه النتائج هتكون هناك خارطة طريق نتمنى ان نعرف التفاصيل قريبا ونطمئن على مستقبل مياه في مصر النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يزور هيئة الرقابة الادارية دخل الساعة 8.30 هيئة الرقابة بتحتها في البمرور 50 عاما وكان هذا اللقاء خاص باجتماع تنصيقية لجنة مكافحة الفساد الرئيس السيسي قال انا مش عارف من وراء السيد محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الادارية قال كلمة واكد فيه على جهود الرقابة الادارية في ضبط قضايا الفساد ثم تحدث السيد رئيس الوزراء ابراهيم محلب ثم السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي قال لنا انا هكلمكوا كده من غير وراء قال اهم حاجة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة قال التصدي للفساد يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل وقال ان يجب ان يكون عندنا اكفاء في المناصب انا عايز ناس كف في المناصب هل اللي بتقول المناصب كف اليها ولا احنا بنختار على اساس ايه وقال هل دور الاجهزة انها تقول ايوة دا زميته كويسة ولا تقول اني دا كفاءة قال انا ما بطلبش الاجهزة فقط انها تكتب تقارير انا عايز الاجهزة طالما هي متدخلة في مؤسسات الدولة وعندها مرأبة ليها تعرف مين الفاسد ومش الفاسد انها ترشح وتقول عندنا ناس وعدين ناس كويسين الراجل دا شريف وبشتغل كويس ومؤهل فتساعدنا في الاختيارات وقال انها مش حتيجي ابدا غير بالراس لابد ان الرئيس في اي مكان يبقى كفاءة تبقى المعايير قال انا لا يهمني اسمه ولا سنه ولا جنسه ولا دينه انا يهمني كفاءته قد ايه كفاءة وضميره واخلاقه الرئيس كمان قال انا لغاية دلوقتي معاينتش المساعدين المجلس الرئاسي والناس والاعلام موجود وبينتقدني بس انا قابل انا مش عايز استعجل انا بدور انا عايز اللي يشتغل معاي يبقى كفاءة وبيحب البلد وقادر يديها طول الوقت فعايز اخد وقتي ومش مستعجل انا عددت ثلاث شهور اهو بس انا مش لازم اللي نقيهم يكونوا قدرين على العمل بالفعل والمعيار الوحيد اللي عندي هو معيار الكفاءة اتكلم كمان عن اجهزة الرقابة والفساد وقال لما الجهاز المركزي للمحاسبات يطلع ان فيه فساد او غيره ده ما يضايقش احنا لازم يبقى فيه شفافية بس يحطها بضابط قانوني ان احنا ما نشهرش بحد انه لما يبقى يتحكم عليه نبقى نقول لكن مش مجرد انه يتقبض عليه نشهر بالناس ودي مسألة مهمة جدا يجب ان نرعيها جميعا في الاعلام المرئي والمكتوب انه ما يتكتبش اسم حد ولا يتقال اسم حد غير بعد صدور حكم عليه فكرة انه متهم اتهما نهائيا فيبقى محكم عليه فاحنا اللي نحكم عليه وبعد كده يطلع براءة فنبقى جرسناه ده مسألة محتاجة تدقيق وقال انه هو بيدعم دعما كاملا الاجهزة الرقابية وشدد على استقلالها واحترام القضاء ومحاسبة الفسدين والمسؤولين عن كافة انواع الفساد بالمجتمع دون خوف المسؤول ما يخافش ياخد قراره دون خوف قال احنا عايزين ندور على الافضل عندنا مشكلة في البحث بنستسهل وجهاز وارقابة وكله كويس فنروح مختارين لا احنا عايزين نبزل جهده اكتر عشان ناخد الناس اتكلم الرئيس على الباع الجائلين وقال انا تابعت اللي حصل وبصراحة مش مبسوط ليه مش مبسوط الرئيس والكلام ده كان بيقول في حضور رئيس الوزراء ومحافظ القهرة قال ماشي انتوا نقلتوا الباع الجائلين لازم نلتزم ونعيد وجه مصر تاني والعاصمة تاني ولكن انت بتنقلهم قال انا شفت ناس بيعين واخدين فرشين على الارض في الترجمال طب هو انت نقلوا عشان تقعدوا على الارض طب لو جيت انت تطبق ده على الباع الجائلين في الاسكندرية هيقولك ان الحكومة موقفتش في ظهرنا ما كانتش معانا لازم تحسسوهم ان انتوا معاهم لازم يتعملوهم مكشاك يعرف تتقفل وتتفتح ويحطوا حاجته فيها فيحس انك خايف عليه كمان ده اكل عيشه فده مسئوليتك فكان كلام مهم جدا وبيوجه لان لازم الحكومة تتعامل مع الناس دي برحمة وبشكل حضاري مش ان بنقلك وخلاص ورم حاجتك وقعد من عشوائية لعشوائية نصنع عشوائية جديدة لا اعمل كينات اعمل كشاك اعمل محلات صغيرة وانت بتنقلهم انتوا مستعجلين اه بس اقولولهم هننقلكم هنعمللكم وده كلام محترم جدا فعبر عن كرارها اكتر من مرة انه مش مبسوط وكان بيبص للسيد ابراهيم محلب وللسيد محافظ القهر الرئيس ختم كلمته وقال مصر هتبقى كبيرة جدا غصبة عن الناس كلها سجلوا علي ذلك الدنيا لها صاحب سلطانه نافد علينا كلنا علينا جميعا ومهما كانت الصعاب والمخاطر المهم ان نكون مخلصين وامناء وشرفاء ونقدر نقول له يا رب شاهدنا وساعدنا وتحية مصر وتحية مصر دي كانت كلمة السيد الرئيس عبد فتاح السيسي النهاردة ده اهم خبر في اليوم النهاردة كمان الترس الترس زمالك رجعوا للمشهد تاني كانوا في مظاهرات في شبرة في رود الفرج وقفوا الطريق مدة طويلة اشتبكوا مع الامن واصيب اربع مجندين من قوات الامن واصيب عدد من الشباب وتقبض على تسعتاشر تقريبا وهو السؤال الأطفال والصبية والشباب دول عايزين ايه زعلانين يعني شوفوا الواد اللي قالها ده ود قد ايه وقال 13-14 سنة وحد من وراء زميله بيضرب الطوبة جات في دماغه فراجع دول عايزين ايه الشباب دول عايزين ايه دول بيقولوا احنا عاملين مظاهرات عشان اصحابنا المقبوض عليهم عندنا نوعين من الترس من الوايت نايتس مقبوض عليهم المجموعة المتهمة بمحاولة اغتيال الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تم القبض على مجموعة وبعضهم مع طرف ولسه القضية قيدة التحقيق فمنتظرين اتنين كتاب حلوان اللي طرع واحد فيهم بينتمي الى الوايت نايتس هل دول اللي انتوا عايزين تفرجوا عنهم وهل مطالباتكم بالافراج عنهم انت بتعمل ايه ضغط ارهاب للدولة هذا اسطوب لا يليق في النهاية هذا اسطوب غير محترم ولا يليق في بلد محترمة لازم يوضع حد لهدي الفوضى مش حنفضل كده مش حنفضل اي مجموعة عايزة تطلع الشارع وتروح مشتابك عايزة تطلع الشارع يا اخي روح قدم وطلع مزهر لكن تطلع علشان نشوف تاني المناظر دي كرهناها اتعقدنا منها خلاص عايزين نبني البلد وقفة عندنا ازمة في الاقتصاد عندنا ناس عندنا مشاكل كتير مش حنفوق علشان نجري الكر وفر تاني علشان شوية عيال بقت المسألة زيادة اللي عايز يشجع كورة يروح البلعب يشجع كورة عايزين اللي استداد تتمالى تاني عايزين يشوف جمهور كورة رابطة لجمهور كورة مش لجمهور في الشارع مسألة زادت بصراحة يعني النهاردة كان هناك مشهد وداع الراحل احمد سيف الاسلام اللي توفاه الله امس النهاردة تم الصلاة عليه في مسجد صلاح الدين بحي المانيل والحمد لله زي ما نشدنا انبارح وزارة الداخلية او سيد النائب العام باخلاء سبيل علاقة فتاح وشقيقته للمشاركة في جنازة والدهم وزارة الداخلية قررت انها تسمح لهم بحضور الصلاة والجنازة خرج علا وشقيقته حضر الجنازة دكتور عب منعم ابو فتوح وجميل اسماعيل حضر حقوقيين وشباب كتير وطيارات مختلفة شاركت في الجنازة احمد سفي الاسلام من الوجوه الحقوقية المحترمة رجل كان عنده رؤية وعنده موقف طوال الوقت وقلتلكوا اتسجن في عهد الرئيس الراحل الانور السادات مرتين واتسجن في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك مرتين يعني اتسجن اكتر من مرة علاء وسناء محبوسين على دمة قضية فيها تظاهر واشتباك مع رجال الشرطة النهاردة افكركوا مرة اخرى ضيف النهاردة السيد اللواء متحط قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة هاشتاج بتاعنا اسمه مشكلتي مع المرور هنتكلم عن المرور عن الخطط الجديدة فجئت بالارقام بتاع التعديلات بتاع القانون الجديد اللي بتطبع باول سبعة احنا مش اخدين بالنا بس في حاجة ده مظاهر في الشارع حتى الان القانون نشر في الجريدة رسمية يوم اتنين يوليو اهم ما فيه غرامة السير عكس الاتجاه من 1000 ل3000 جنيه وما فيهاش تصالح غرامة تجاوز السرعة المحددة على الطرق السريعة بتبدأ من 150 جنيه غرامة الانتظار في الممنوع من 100 ل300 جنيه استخدام الهاتف المحمول من 100 ل300 جنيه عدم استخدام حزام الامان من 100 ل300 جنيه عدم وجود شنطة اسعافات اولية تتسحب الرخصة عدم وجود مسلس عاكس للرؤية تتسحب الرخصة المدة لا تقل عن شهر ارتكاب افعال مخلة للاداب العامة داخل السيارة غرامة 300 جنيه وحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر قيادة السيارة في مواكب خاصة دون تصريح سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر الانتظار الخاطئ يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر اذا لتفك الكلابش بمعرفتك حبس مدة لا تزيد عن 6 اشهر وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه انك تقود العربية بالليل بدون ما تنور الانوار الامامية والانوار الخلفية الحمراء او عاكس الانوار المقررة تعاقب بسحب رخصة القيادة مدة 6 شهور ما تقلش عن 6 شهور الانوار المبهرة ليلا انك تعلي النور قوي لسحب رخصة القيادة تتسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر طبعا غطاء الرأس الواقي اثناء قيادة الدراجة النارية يعرضك لغرامة لا تقل عن 100 جنيه في الامارات كان ليا صديق راكب عربته بنور النور الداخلي اتوقف وتعملته المخالفة وقاله دي تأثر عليك في القيادة احنا لو الحاجات دي اتطبقت المرور هيبقى كويس قوي بالنسبة لقائد السيارة السيارات الأجرة الامتناء عن نقل الركاب غرامة لا تقل عن 300 ولا تزيد عن 1500 جنيه طلب أجرة زائدة يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه هي العددات معمولة كل تاكسيات لسو دولابية فيها عددات نقل زائد من عدد زائد من الركاب غرامة لا تقل عن 300 جنيه وما تزيدش عن 1500 جنيه نقل الركاب الى غير مواقف الانتظار المخصصة غرامة 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه اذا مشيت في طريق غير الطريق المرخص ليك فيه بتغراء رخص سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر السيارة الأجرة بعداد معطل تتسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر ده كلام مهم قوي يجب ان وزارة الداخلية وإدارات المرور تعممه ويتزاع كتير في وسائل الإعلام ويتنشر في الصحف عشان تطبقوه بجد ده حيعيد الانضباط بشدة الى داخل مصر خليونا نطلع فاصل بعد الفاصل اكمل لكم بقية الاخبار قبل ان استقبل ضيف العزيز عايز اقول لكم الرئيس المعزول محمد مرسي قال ليه اثناء تحقيقاته مع النيابة العامة في قضية تسريب وثائق الى قطر عبر قناة الحزيرة الجزيرة سابقا نلتقي بعد الفاصل اشتركوا في القناة